اعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامتكم مدرسة على الهوى في علم الاحياء في بداية الحلقة بحب اعتذر عن استاذنا الكبير الاستاذ حسن محرم ما حضرش النهاردة لظروف خارجة عن ارادته لكن على وعد منه الحلقة القادمة هيكون متوفر او هيكون معانا باذن الله النهاردة نقدر نقول عليها حلقة استكمالية لما بدأناه الحمد لله الحلقة السابقة استكملنا المنهج ووصلنا الاخر جزئية في البيولوجيا الجزئية وهنبتدي النهاردة جزء جديد بقى عايزين نبدأ نراجع وطبعا علشان نقدر نراجع امضل وسيلة للمراجعة ان احنا نبدأ نشتغل على نظامنا اللي هو نظام البوكلت عفوا ونبدأ نشتغل على ابواب بمعنى كالمعتاد والطبيعي ان اي طالب في بداية مراجعته ابدأ الاول ابواب هنبدأ نذكر الباب كويس هنذكر كل جزئيات الباب اذا كان فيه رسومات مطلوبة واظن توفرت معانا حتة ايه المطلوب وايه اللي مش مطلوب ابدأ حل اسئلة على الباب ده على قدر مستطاعك وياريت ندرب نفسنا على نظام البوكلت علشان كده اتفقنا ان احنا افضل وسيلة للمراجعتنا في برنامجنا مدرسة على الهوى ان احنا نبدأ نمسك باب باب ونحل عليه اسئلة بنظام البوكلت حاولنا على قدر المستطاع ان احنا نجمع كل انواع الاسئلة اللي ممكن تواجهك جبنا اسئلة التفكير جبنا اسئلة المستويات العليا جبنا اسئلة مقالية جبنا اسئلة اللي بتبحث عن التذكر والتفكير وهكذا هنبدأ مع اول بوكلت لنا النهاردة مع الدعامة والحركة هنحاول على قدر مستطاعنا ان احنا نراجع النهاردة دعامة وحركة وتنسيق هرموني الرسومات طبعا اول باب رسوماته سهلة بسيطة مش محتاجة مننا ان احنا نضيع فيها وقت عايزين نجمع قدر كبير من الاسئلة بس ان شاء الله هنحاول نعمل حلقة خاصة نجمع فيها كل الرسومات المطلوبة او اللي مطلوب ان انت ترسمها بايدك تعالا نبدأ مع بعض اول رحلتنا في اول بوكلت مع اول باب باب الدعامة والحركة نشوف اول سؤال هيقابلنا هيقول ايه اول سؤال بابنا بيقول اختر الاجابة الصحيحة رقم الفقرة التي تتصل بزوج الدلوع العاشر هو اختياراتنا عشرة تلاتة سبعة عشر ولا تلات عشر طيب يا ترى ايه ممكن هتكوني اجابة صحة تتوقع ايه طبعا هو قالك زوج الدلوع العاشر فيه بعض الطلبة تقول لي ايه خلاص يبقى هي الفقرة رقم عشرة اكيد لا لان هو قالك من فقرات العمود الفقاري طالما السؤال مفتوح يبقى لازم تجيب له من اول فقرات العنقية بمعنى عندي سبع فقرات عنقية عندي عشرة عشان هو قالك الدلع رقم عشرة يبقى سبعة وعشرة الاجابة الصحيحة هي رقم سبعتاشر يبقى اجابتنا الصح الاجابة رقم دان او رقم سبعتاشر اول فقرة رقم سبعتاشر وعرفنا امت يبقى امت اعد من اول فقرات وانت اعد من اول النوع اللي هو قال لي عليه بس هو هنا قالك رقم الفقرة سبعة مفتوحة يبقى لازم تجيب له من اول فقرات العنقية لكن لو كان جايب السؤال رقم الفقرة من الفقرات القفص الصدرية او من فقرات الصدرية اذا انا خلاص كده انا متحدثة انها هتكون رقم عشرة نشوف سؤالنا التاني بيقول ايه بيقول علل وجود الاربطة عند المفاصل وجود الاربطة عند المفاصل معاك طبعا مساحة تقدر تجاوب فيها اكيد اغلبنا اشتغل على النظام ده في الاسئلة بشكل جيد طيب ايه ممكن اجاوب عنه في الجزئية دي لما يقول لي وجود الاربطة في المفاصل اول حاجة لازم تقول ايه الاربطة تعمل على ربط العزام بعضها ببعض ادي حاجة الاربطة قوية ومتينة بحيث يسمح لها بنوع من انواع المرونة طبعا هي قوية ومتينة ده اكيد لكن فيها نوع من انواع المرونة بحيث تجعلها قادرة على الاستطالة اذا ما تعرض المفاصل لضغط خارجي وانا عارف طبعا ان الرباط اكثر مرونة من الوطر يبقى دي برضو لازم تتقال تاني نقطة كمان ان وجود الرباط في المفصل يحدد المدى الذي يتحرك فيه المفصل تاني يبقى انا اتكلمت عن ثلاث نقاط الاربطة تربط بين العزام وبعضها الاربطة قوية ومتينة وعلى درجة من المرونة تسمح لها بالاستطالة اذا ما تعرض المفصل لضغط خارجي وكمان مهمة اوي ان انا اقول ان الاربطة بتاعدني او وجود الاربطة في المفاصل بتحدد المدى الذي يتحرك فيه المفصل طيب نشوف سؤال التالت بيقول لنا ايه اكتب المصطلح العلمي انسجة ضامة تغطي اطراف العزام خاصة عند المفاصل وبين فقرات العمود الفقاري انسجة ضامة اكيد من الناسجة ضامة اللي بيغلف اطراف العزام وبالزاد متوفر عند المفصل طبعا الغضاريف طيب نبص على الرسمة اللي قدامنا ونشوف هنقول ايه افحص الشكل المقامل وهندق نجب عن الاسئلة من 4 ل 8 يبقى معنا رسمة عليها ارقام وهنجوب من 4 الى 8 اسئلة حوالين الرسمة بتاعتني الرسمة دي ترى رسمة ايه طبعا واضح انها رسمة جزء من العمود الفقاري مع المنطقة بتاعة الحوض او الفقرات العجزية والفقرات العصاصية طيب تعال نشوف اول سؤال هيقول لي نين ما نوع الفقرة التي يشير اليها رقم واحد وما رقمها بالنسبة لفقرات العمود الفقاري طيب تعال كده شوف نوع الفقرة رقم واحد يا ترى الفقرة دي ايه دي فقرة قطنية عرفتها منين انا واضح من الرسمة ان الفقرات اللي بنشرق لها برقم 3 دي الفقرات العجزية واضح جدا ان رقم 4 دي العصاصية يبقى مين اللي فقية على طول الفقرات القطنية بس ده عايز رقمها تمام سهلة ممكن اجيب رقمها بطريقتين ازاي ممكن اجيبها من اول الفقرات من الجزء العلوي عندي 7 نقية عندي 12 ظهرية او صدرية عندي الخمسة قطنية 7 12 19 والخمسة قطنية معايا 24 دي الفقرة الابد الاخيرة قطنية يبقى دي الفقرة رقم كام 23 ما انا ممكن اجيبها من اسفل برضو انا عندي اربعة صعصية وعندي خمسة عجزية ملتحمة ادي كده 9 وعندي واحدة او الاخيرة في القطنية يبقى عشرة شلهم من 33 يبقى وصلنا نفس الرقم وهو 23 نشوف السؤال الثاني بيقول ايه ما نوع المفصل بين الفقرات اللي بيشرق لها بالرقم واحد واثنين ارجع تاني الفقرة واحد واثنين يا ترى نوع المفصل هنا ايه المفاصل عندي مفاصل الموجودة في العمود الفقاري مفاصل غدروفي خلي بالك انا عندي ثلاث انواع من المفاصل اللي فيها في الجمجمة غدروفي بين الفقرات العمود الفقاري وبالذات الفقرات المتمفصلة يبقى دي المفروض ان نوع المفصل هنا مفاصل غدروفية لو الطلب مني نوع الحركة حركة محدودة وجدا خلي بالك العجزية والعصعصية دي ملتحمة مفيش بينها مفاصل طيب ما نوع الفقرات اللي هنشير إليها بالرقم 4 نرجع للرسمة يا ترى دي فقرات ايه اخر فقرات العمود الفقاري هي الفقرات العصعصية يبقى دي فقرات عصعصية سؤال 7 بيقول هل توجد مفاصل بين الفقرات التي يشريد لها بالرقم 3 ولماذا ارجع تاني كده 3 مين 3 دي كانت الفقرات العجزية هل في بينها مفاصل لا ليه لانها عديمة الحركة هذه المفاصل او مش هنقول هذه المفاصل هذه العزام العزام دي عريضة مفلتحة ملتحمة عديمة الحركة طالما انها عديمة الحركة يبقى اكيد لا تحتوي على لمفاصل ولا غضريف ولا اربطة ولا اوطار كل الحاجات اللي قلتها دي بتميز لي الاجسام او الاجزاء او العزام المتحركة او المفاصل بشكل عام يبقى دي مفاصل او المكان ده اللي هو شاولي عليه برقم 3 دي فقرات عجزية لا تحتوي على مفصل لانها غير متحرك غير متحرك طيب نشوف السؤال اللي ورا فاي مناطق الجسم توجد الفقرات التي يشير لها بالرقم 3 طالطة اللي احنا قلنا عليها العجزية يا طرى دي موجودة فين في منطقة او في مناطق الجسم دي موجودة في منطقة الحود توجد في منطقة الحود مهم قوي ان انا اعرف كل منطقة او كل نوع من الفقرات موجود فين اكيد الفقرات العنقية موجودة في منطقة العنق اكيد الزهرية موجودة في منطقة القفص الصدري او المنطقة الصدرية وساعة نقول عليها الظهرية ماشي دخلها في تكوين القنفس الصدري وهرجع لجزئية دي بعد فترة القطنية موجودة في منطقة البطن العجزية موجودة في منطقة الحود العصعصية اخر فقرات العمود الفقاري نكمل بقية اسئلتنا وصلنا للسؤال رقم تسعة اللي بيقول قارن بين الساعد والساق من حيث التركيب عايزة قارن بين النوعين دول الساعد والساق خلي بالك ان الساعد موجود في الطرف العلوي والساق يوجد في الطرف السفلي فبالساعد عبارة عن ايه عبارة عن عزمتين عزمة الزند السابتة التي تحتوي على تجويفها يستقر فيه ان التوق الداخلي لعزمة العدد احنا بنراجع بحاول اجيب لك اللي حاولين السؤال وعزمة القعبرة اللي بتتحرك حرقة نصف دائرية حول عزمة الزند السابت يبقى عندي عزمة الزند وعندي عزمة القعبرة طب يا ترى الساق هيكون في اين في عزمتين قاسبة داخلية وشازية خارجية واريت ابقى اعرفها كده احفظها كده قول مكانها قاسبة داخلية والشازية الخارجية وطبعا مرتبطين في مكانهم عن طريق الاربطة اللي احنا عارفينها التي توجد في المفصل او مفصل الركبة نشوف السؤال اللي وراء بيقول لنا اين وضح بالرسمة عكتدة البيانات فقر عزمية اتفقنا الباب ده انت مطالب بالفقر العزمية وبالقطع العضلية اعتقد رسمة كلنا عارفينها وحفظينها واتدربنا عليها كتير وزا ما اتفقنا هنبقى نعمل حلقة خاصة للرسمات سؤال 11 بيقول لنا ماذا يحدث في حالة غياب ايونات الكالسام من انسجة عضلة هيكلية ركز معايا بقى الكالسام لو دورين لو دور في النهايات العصبية ولو دور في العضلة الهايكلية ماليش ضعب النهاية العصبية هنا السؤال واضح وصريح عايز العضلة الهايكلية لو حطينا كلام عن النهاية العصبية ممكن يتحسب لي مش ممكن ده اكيد اتبقى اللي جابة غلب اكتب اللي انت مطالب به فقط لا داعي للزيادة طيب ايه دوري الكالسام في انسجة عضلة هيكلية الكالسام بيدخل فيه تكوين الروابط المستعرضة يبقى بيكون الروابط المستعرضة التي تعمل كخطة تيف تجذب او تسحب قيوت الاكتين بمحازات بعضها البعض مما يؤدي الى انكباد العضلة طيب ده قال لي غياب اعكس بقى يبقى عدم وجود اينات الكالسام هيساعد على او هيتسبب فيه عدم تكوين الروابط المستعرضة التي تعمل كخطة تيف تسحب خيوت الاكتين بمحازات بعضها البعض فبالتالي لن تنقبض العضلة لن تنقبض العضلة الاجابة واضحة يبقى ركز قوي ده يعلمنا ايه انك لما تكرق سؤال لازم تكرق لاخر كلمة ممكن كلمة اخيرة ممكن حرف يبقى وازلك معنى العبارة خالص ما تستعجلش اقرأ سؤالك كويس عشان تعرف انت مطالب بايه وجاوب على قدر ما انت مطالب بس ومعاك مكان هيكفيك في الاجابة لو احتاجت ان انت تكتب اجابة تانية او تزود عندك مسودة في النهاية ممكن تزود فيها اي اضافة انت محتاجة طيب نشوف السؤال اللي وراه بيقولنا ايه عزمة طبعا ده مصطلح علمي عزمة مسلسة الشكل تتصل بعزمة الطرقوة اول ما اسمع مسلسة معروفة في بعض العزام اسمها معروفة عزمة مسلسة يبقى انا بتكلم عن عزمة لوحة الكتف اللي بتشكد للحزام الصدري هي وعزمة الطرقوة يبقى دي عزمة لوحة الكتف طيب سؤال 13 بيقول لنا ما المقصود من نظرية الخيوط المنزلقة وسؤال ما المقصود سؤال مفتوح بمعنى اكتب كل ما تعرفه عن هذا السؤال اسمعني هجاوبها لك ازاي الاجابة النموذجي نظرية الخيوط المنزلقة نظرية العالم هكسلي الذي يفسر آلية انقباض العضلات المخططة او العضلات الهيكلية يفضل ان انت تقول الاتنين المشكلة لو انا قلت العضلات الهيكلية المخططة الاراضية ما انت ما تنساش برضو ان انا عندي عضلة مخططة اسمها القلبي يبقى انا لازم اركز في الكلام النظرية دي بتحكم لي الانكباط او قليط الانكباط في العضلة الذي يتم على اساس خيوط الميوسين يتكون منها او ينطلق منها الربابط المستعرضة التي تتكون عن طريق ايونات الكالسام وفي وجود الطاقة او في وجود الاتب الطاقة المخزنة في الاتب والاتب هو المخزون المباشر للطاقة هيحصل ايه تتكون الروابط المستعرضة وفي وجود ايونات او في وجود جزئات الاتب تعمل كخططيف تجذب خيوط الاكتين بمحاذاة بعضها البعض مما يؤدي الى انكباط العضلة يبقى انا قلت العالم مين اللي تكلم عنها بيتكلم عن عضلة نوحة ايه عضلات هيكلية مخططة ارادية شرحت الالية بتتم ازاي هتنطلق روابط مستعرضة من خيوط الميوسين خيوط بروتينية الساميكة في وجود ايونات الكالسام وعن طريق او في وجود الطاقة المخزنة في الاتب المخزون المباشر للطاقة التي تعمل كخططيف تجذب او تسحب خيوط الاكتين بمحاذاة بعضها البعض ايب انا كده جاوبت اجابة كاملة للسؤال ده طيب تعال نشوف السؤال رقم 14 بيقول لنا ايه يستغرق التقام الغضاريف وقتا طويلا ليه الغضاريف بتاخد وقت طويل علشان تلتائم اه لان الغضاريف لا تحتوي على اوعية دموية لا تحتوي على اوعية دموية وانا عارفة ان اي نسيج في الجسم لازم يوصل له وعاء دموي عشان يدي له نوع من انواع التخزية عشان يدي له اكسوجين لكن للأسف المظلومة الوحيدة في جسمنا الانسجة الوحيدة التي لا تحتوي على وعاء دموي ما بيوصلهاش الغذاء بشكل كافي ولا الاكسوجين هي الغضاريف امال هي عايشة ازاي؟ عن طريق الاعانات الخارجية بمعنى الغضاريف بتبدأ تاخد اللي محتاجه من اكسوجين او من مواد غذائية عن طريق الطبقة التي تكسوها يعني عن طريق العظام التي اسفلها يبقى ليه الغضاريف بتاخد وقت طويل في الالتقام اصلها لا تحتوي على وعاء دموي طيب نشوف السؤال رقم 15 هيقول لنا ايه السؤال ده نوعه اختر الاجابة الصحيحة كل المفاصل التالية تحتاج الى اربطة عدل مفاصل كل المفاصل اللي هيجيبها النادي محتاجة روباط طب اعرف ايه اعرف انها طالما محتاجة الاربطة اذا هي مفاصل او هي عظام متحركة طيب نشوف اختياراتنا اللي فيها الغدرو فيها الزولالية وسعة الحركة الزولالية محدودة الحركة مين المفاصل هنا التي م بتحتاجش الاربطة طبعا ندور هنا على مفاصل سابت اليمين المفاصل اللي فيها هي التي لا تحتاج الاربط لماذا لانها مفاصل سبتة دي مفاصل غير متحرك فبالتالي لا تحتوي على الاربط نشوف السؤال اللي ورانا بيقول ايه السؤال بيقول افحط الشكل المقابل ثم هنجاوب عن الاسئلة من 16 ل 18 ايه الشكل ده هنقول لي انا مدرس الشكل ده مش مشكلة ما انا بتكلم عن عزام وعضلات واربطة واوطار مفصل اي نوع من انواع المفاصل الموجودة في الجسم وارد انه ييجي الاسئلة واحدة طيب بيقول ما اسم العزمة رقم واحد وما اسم التجويف اللي بتستقر فيه رأس هذي العزمة ارجع كده الرقم واحد رقم واحد دي ايه اه رقم واحد دي عزمة العدد تمام يبقى اسم العزمة عزمة العدد طب يترى التجويف اللي بتستقر فيه رأس العزمة دي اسمه التجويف الايه اسمه التجويف الاروح يبقى ده العدد وبيستقر في التجويف الاروح طيب هل يعتبر رقم اربعة رباط ام وطر ولماذا نرجع كده تاني لرسمتنا ونشوف اربعة اعرفوا منين ده مفصل انا ما عرفوش او ما درستوش ما فيش مشاكل شوف اللي هو بيشور عليه ده بيربط بين عظام وبعدها ولا بيربط بين عضلة وعظمة طبعا من الواضح ان رقم اربعة بيربط بين عضلة حتى كاتب لي فوق العضلة ذات الرؤوس اذا انا عرفت ان دي عضلة ورابط بين عظامها هو عظام الساعد يبقى اكيد ده ايه وطر الوطر يربط بين العضلات والعظام بينما الرباط يربط بين العظام وبعدها يبقى انا عرفت ان ده وطر بس سأل لي ولماذا لان الوطر يربط العظام بالعضلات او الوطر طرفيه طرف يتصل بي عضلة وطرف يتصل بي عظمة يبقى انا كده قلت له ليه انا قلت عليه وطر اصله له طرف متصل بعضلة وطرف متصل بعظمة اصلهين الحركة طيب نشوف اللي ورا ايه اللي تتوقعوا لو حدث قطع في هذا الوطر اه زيه زي اي وطر ما تقوليش انا ما درستوش زيه زي اي وطر ما انت اخدت وطر اخل ايه اللي كان بيحصل لما كان بيحصل تمزق في الوطر ده اكيد هيحصل الام اكيد هيحصل ثقل في حركة الساعد اكيد هداوي الموضوع ده بانواع المضادات الحيوية ومسكنات الالتهاب يبقى الام هيحصل عندي التهابات هيحصل عندي طبعا ثقل في حركة المفصل ده يبقى ده اللي هيحصل لو حصل قطع وطبعا لو قطع كامل انا بحتاج هنا اني يتعمل جراحة لكن لو قطع جزئي بسيط هناخد مضادات التهاب وممكن يبدأ يلتق لكن لو كان القطع جديد هيحتاج هنا عملية جراحية طيب سؤال رقم 19 بيقول لنا اذكر مكان ووظيفة السقب الكبير ما خدناش غير سقب واحدة قال عليه في المنهج سقب كبير سؤال واضح ده السقب الكبير يوجد في مؤخرة الجزء المخي للجمجمة في مؤخرة الجمجم طب ده كان وظيفته ايه طب عرفنا مكانه في المؤخرة ايه وظيفته بيعمل على اتصال المخ بالحبل الشوكي لازم جهازك العصر المركزي يكون متصل وانا درست قبل كده ان المخ محفوظ جوه علبة عظمية بتسمى الجمجمة والحبل الشوكي او النخاع الشوكي موجود داخل الفقرات العمود الفقاري او في السقب اللي موجود في فقرات العمود الفقاري يبقى السقب الكبير هيعمل على اتصال المخ بالحبل الايه بالحبل الشوكي طيب نشوف سؤال تاني بيقول قارن هنقارن بين الفقرة رقم 20 والفقرة رقم 30 من حيث النوع والتمفصل طيب اول ما تبدأ تقارن حاجة كده لازم تعرف 20 دي موجودة فين نوع الفقرة دي ايه موجودة فين في الجسم و30 دي فين اجيبها منين ده فقر 20 طبعا رقم 20 ده يبقى جابهولي من اول فقرات العمود الفقاري عد معاي 7 نقين 12 زهرية اصدرية ادي كده 19 دخلت على الخمسة القطنية يبقى ماربعة وعشرين اذا نفقى رقم 20 اول فقرة قطنية يبقى دي فقرة قطنية طب و30 الاسهل نجيبها من اسفل انا عارفة ان انا عندي 33 فقرة تبقى 33 32 31 30 اذا 30 اول فقرة عصاصية طب هو عاوز يقارن من حيث ايه النوع يبقى الفقرة 20 فقرة قطنية وده الاولى والفقرة رقم 30 فقرة عصاصية طب التمفسل الفقرة رقم 20 متمفسلة الفقرات القطنية والزهرية او الصدرية والعنقية متمفسلة بتتحل حركة النصف العلوي من الجسم طب والفقرة العصاصية اكيد طبعا غير متمفسلة يبقى دي غير متمفسلة لا دي صغيرة وملتحمة وضمرة وغير متمفسلة طبعا يبقى انا كده قرنت من حيث النوع ومن حيث التمفسل طيب تعال نشوف سؤالنا رقم 21 هيقول لنا ايه ماذا يحدث في حالة غياب حويصلات التشابك من التفرعات النهائية للخلية العصبية المتصلة بالالياف العضلية خدت بالك من كلمة المتصلة دي يبقى انا لازم اجابي اجابة صحة اقول ايه ايه اللي يحصل لو غابت عندي حويصلات التشابك طيب تعال اسمعها نقول ايه الاجابة النموذجية هتغيب حويصلات التشابك اذا عدم وجود النواقل في النهايات العصبية والمقصود بالنواقل الاسطايل كولين والنور ادرينالين يبقى عدم وجود النواقل وهم الاسطايل كولين والنور ادرينالين وبالتالي لن تنتقل السيالات العصبية او الرسائل العصبية من النهاية العصبية الى غشاء الليفة العضلية لن تستقبلها المستقبلات وبالتالي لن يتم تغيير فرق الجهد بين غشاء الليفة العضلية فلن تصر الرسالة فلن تنقابض العضلة شفت جبتها لهم منين دايما اسئلة ماذا يحدث لازم ابتدي اخد الاجابة تصاعدي ما عنديش حويسلات يعني ما عنديش نواقل ما عنديش اسطايل كولين ما فيش ناقل رسائل المستقبلات مش هتستقبل حاجة مش هيحصل اختلاف في فرق الجهد لن تنقابض العضلة كده انا بجاوب اجابتي صح ويا ريت في الحاجات اللي انت تحس ان السؤال محتاج منك كتابة ما قال يا ريت لو اجزأ الاجابة بتاعتي في سورة 1-2-3 افضل لك وافضل للمصحح بسهل عليه ان هو الاجابة واضحة في سورة 1-2-3 لان فيه طلبة كتير بتقعد تكتب كلام كتير وممكن فيه حاجات ما بيتاخدش البال منها فيفضل انك لما تحس انك هتكتب سؤال مقال كبير جزأه في سورة فقرات في سورة بنود يبقى اسهل لك انت كمان ما تنساش حاجة طيب نشوف السؤال اللي وراها يقول لنا اين اختر الاجابة الصحيحة سؤال اختر العظمة التي تشارك بنتقها الداخلي في تكوين مفصل الكوع هي من العظمة اللي بتشارك بنتقها في تكوين النفصل بتاع الكوع يا ترى عزمة الزند ولا العدد ولا الترقوة ولا الكابرة من العظمة اللي هتشارك بنتقها خلي بالك قال نتقها طبعا اكيد عزمة العدد ليه ما قلتش الزند تخال انت بقى عشان اعرفك قد ايه ممكن كلمة ثم ووزلك المعنى لو شلت كلمة النتوق وحطيت كلمة تجويفها اختلف المعنى اختلف تماما ساعتها كنت اخترت عزمة الزند يمكن العزمة ليه مش مذكورة او مش ما تضغطش عليه او في كتاب لكن عزمة الزند بتحتوي على تجويف باستقر فيه النتوق الداخلي لعزمة العدد فبهو هنا قال لي عزمة نتقها يبقى انا قصد العدد لكن لو قال تجويفها كان هيبقى قصد الزند او الزند يبقى دي عزمة الايه العدد طيب نشوف السؤال اللي وراه بيقول علل تظل الكرمات دائما على بعد مناسب من سطح التربة ليه القرمة او البصلة ليه بتظل على بعد مناسب من سطح التربة ايه اللي مساعدها انها تفضل على مكانها المناسب ده اجابتنا هتكون ايه اجابة مقالية وذلك بفضل الجزور الشادة التي تتقلص فتهبط بالكرمة او البصلة الى اسفل لتأمين اجزاءها الهوائية ولتختزن الجزاء طبعا هو كان بيقول ليه هي ليه بتظل ليه بتظل تحت يبقى بفضل عشان كده انا بدأت اجابتي بايه بفضل الجزور الشادة بفضل الجزور الشادة التي تتقلص فتهبط بالكرمة او البصلة في المكان المناسب من سطح التربة لتأمين اجزاءها الهوائية وتختزن الغذاء طيب تعال نشوف بقية اسئلتنا في سؤال رقم 25 بيقول مصطلح عالمي عزمة مفلطحة ومدببة من اسفل وجزءها صفلي ودروفي دايما اسئلة المصطلح واضحة وصريحة مفيش فيها اي كلام او مفيش فيها لعب طبعا دي اكيد عزمة القص العزمة مفلطحة والمدببة اللي جزء الصفلي بتاعها ودروفي طيب معنا سؤال تاني بيقول ما المقصود به المفاصل اللي فيه المفاصل اللي فيه لما يقولي زي ما اتفقنا ما المقصود بقول كل حاجة عن المفصل ده المفاصل اللي فيه توجد فيه الجمجمة تربط بين اطراف العزام الجمجمة طبعا انت عارف انهما ثمن عزام تربط بين اطراف الثمن عزام المسننة ارتباطا وصيقا المفاصل اللي فيه بتبدأ في بداية العمر اللي فيه وتبدأ تتصلب وتتحول الى عزام او الى مفاصل عزمية وهي عديمة الحركة او عتتكر انها عشان نفصل يبقى فيها حركة لا هو تقال عليها مفصل انها التقاء عزمتين بس لكن لا انا عندي اربطة ولا انا عندي اوطار ولا انا عندي غدريف اذا دي مفاصل عديمة الحركة يبقى انا قلت له مكانها فين وبترتبط ازاي ونوع الحركة فيها ايه بنود زي ما اتفقنا يبقى انا كده اتكلمت عن كل حاجة في الفقرة بتاعة المفاصل اللي فين سؤال تاني بيقول لنا اختر الاجابة الصحيحة توطر خلايا النبات دليل على لما النبات خلايا تده يحصل لها توطر في الجدر ده دليل على ايه هل اكتساب النبات الدعامة الفيسيولوجية ولا فقد النبات للدعامة الفيسيولوجية ولا اكتساب النبات الدعامة التركيبية ولا فقد دعامته التركيبية طبعا معروف ان التوتر بيكون نتيجة اكتساب النبات الدعامة الفيسيولوجية يبقى اختيارنا اول واحد وزي ما احنا متفقين طبعا بنظل للاختيار اللي انت اخترته سؤال 27 بيقول ماذا يحدث في حالة طبعا ماذا يحدث لازم اتكلم او اشرح في هيئة بنوز زي ما ادفقنا تناقض المخزون المباشر للطاقة في العضلة التوأمية مهم اول ان انت تعرف ما هو المخزون المباشر طبعا الاتبي لكن المخزون الفعلي الجليكوجين طب لما يحصل تناقص للمخزون ده في عضلة توأمية الموضوع مش في انها توأمية انها عضلة عضلة ومفيش فيها ATB الا يحصل يبقى لانت انقبض العضلة واذا كانت هذه العضلة منقبضة يبقى لانت انبسط العضلة لان احنا عارفنا ان علشان يحصل انقبض في العضلة انا محتاجة كمية ATB وعشان يحصل انبساط للعضلة برضو محتاجين ATB يبقى اقول له ايه لن تنقبض هذه العضلة ولن تنبسط هذه العضلة اذا كانت عضلة في وضع انقبض او اذا كانت عضلة منقبضة طبعا الكلام ده متوفر فاي نوع من انواع العضلات مش شرط نوع معين طبعا ما مفيش ATB مفيش انقبض مفيش انبساط طيب تعال نشوف السؤال الوراء بيقول ما المقصود بين الوحدة الحرقية يعني ايه وحدة حرقية طيب ما المقصود هذكر كل حاجة الوحدة الحرقية هي الوحدة الوظيفية شفت اول كلمة قلتها ايه الوحدة الحرقية هي الوحدة الوظيفية للعضلة ادي اول حاجة والوحدة الوظيفية تتكون من مجموعة من الالياف العضلية والعصب الذي يغزيها مجموعة من الالياف العضلية والعصب الذي يغزيها وعد الالياف التي يستطيع تغزيتها العصب او الخلال العصبية من 5 الى 100 ليفة ايب انا قلت له ايه هي طبعا انا بدرسها لان محاصلة انقباض العضلة ما هي الا محاصلة انقباض جميع الوحدات التي تكون العضلة يبقى انا قلت انها وحدة وظيفية قلت يعبار عن ايه مجموعة الياف وعصب يغزيها وقلت ان انا اقدر اغزي العصب ده يغزي من 5 الى 100 ليفة عضلية من خلال طبعا اتصال نهاية الخلال العصبية بالصفائح النهائية الحرقية او بغشاء الليفة العضلية قلنا اجابة شاملة لكل حاجة بلاحظ ان في بعض انواع الطلبة زي ما تكون مستخسر الحب عايزة اكفى اسئلة المقال اكتب كل حاجة ما تستخشرش كلام انت مذاكر وعارف الكلام ده الا اجرى لو كتبته يعني بس في صورة ايه بنود مالاش نظام مقلة ودل ده عايزة اكتب كلام المقالي بالذات في صورة بنود عشان ما انساش حاجة وابقى كتبت كل حاجة تخص الجزئية دي بالذات في ماذا يحدث وفي ما المقصود سؤال تاني بيقول لنا اذكر مكان وظيفة وطر اخل معروف مكان وطر اخل في طلبة بتختلط على الامر بين المكان وبين الوظيفة مكان وطر اخل وطر اخل يربط بين العضلة التوأمية الموجودة في بطن الساق وبين عزمة الكعب يبقى ده مكانه وطر يعني بيربط بين عضلة وبين عزمة فانا ركزت ان انا اقول له المكان يربط بين هذا العضلة التوأمية وقلت مكانها التي توجد في بطن الساق وعزمة كعب القدم طب والوظيفة تعمل على نقل الحركة من العضلة الى العزمة يعني لما تبدأ تنقبض العضلة والوطر طبعا انت عارف ان هو بيكونش مارن اقل مرونة من الرباط يبدأ يجذب مين يبدأ يجذب الكعب او يجذب القدم فتبدأ الحركة معي يبقى وظيفته ايه الوطر ده نقل الحركة من العضلة الى العزمة طيب نشوف سؤال الورا بيقول عايزي قارن بين الساركو بلازم والساركو ليمة تعريفه يعني ايه ساركو بلازم ويعني ساركو ليمة ما تتلخبطش بين الكلمتين ساركو بلازم على وزن سيتو بلازم يبقى الساركو بلازم هو سيتو بلازم الليفة العضلية الساركو بلازم هو سيتو بلازم الليفة العضلية والساركو ليمة هو غشاء الليفة العضلية حلوة كده يبقى الساركو بلازم سيتو بلازم على نفس الوزن يبقى الساركوبلازم هو سيتوبلازم الليفة العضلية والساركوليما هو غشاء الليفة العضلية او لو قلت الغشاء الذي يحيد بالساركوبلازم برضو صح مصطلح موضع التحام النصفان المتماثلان لعزام الحوض من الامام موضع التحام النصفان المتماثلان او المتماثلين لعزام الحوض من الامام طبعا كلنا عارفينه ان دا الارتفاق العاني الارتفاق العاني نشوف السؤال اللي وراه رسمة وهنبدأ نجاوب على اسئلة افحص الشكل المقابل وهنجاوب الاسئلة من 32 لغاية 35 ايه اللي قدامنا دي؟ قطع عضلي تعال نشوف اول سؤال بيقول ايه احنا ممكن نقول البيانات لو نحب واحد ده المفروض خط زد الداكن اتنين ده المنطقة الشبه مضيئة تلاتة ده المنطقة المضيئة عشان فيها خيوط اكتين فقط اربعة ده المنطقة المعتمة او المظلمة طب خمسة خيوط ميوسين بروتينية سميكة ستة خيوط اكتين البروتينية الرفيعة طيب اول سؤال بيقول لنا اسكر رقم واسم خيوط بروتينية متحركة مين هنا الخط البروتيني المتحرك طبعا رقمه هو رقم ستة اسمه خيوط الاكتين فيه بعد الطلبة تكتب رقم وتنسى اسم او تكتب اسم وتنسى رقم قالك اكتب رقم واسم يبقى دي عليها نص درجة ودي عليها نص درجة يبقى اكرق سؤالك كويس اكتب رقم واسم خيوط بروتينية تنشأ منها الروابط المستعرضة ارجع لرسمتك يبقى رقم خمسة والاسم خيوط الميوسين البروتينية السميكة ده انا بعرفها لك وانا انا بكتبها اسكم رقم واسم منطقة تختفي اسناء الانكباض ارجع لرسمتك رقم اتنين دي بتختفي اسناء الانكباض لانها المنطقة الشب مضيئة عايزين ثلاث اسباب تؤدي الى عدم انكباض العضلة رغم وجود سيالة عصبة ما احنا ممكن نقول اكتر من ثلاث عايزة ثلاث اسباب العضلة دي مش هتنقبض رغم ان فيه سيالة عصبة قد يكون هذا بسبب نقص ايونات الكالس قد يكون هذا بسبب عدم توفر حويصلات التشابك يعني عدم توفر النواكل استالكولين ونول ادرينالين قد يكون هذا بسبب عدم توفر الاتب قد يكون ده بسبب عدم وجود ايونات سوديوم قد يكون ده بسبب عدم وجود انزيم الكولين استيريز فبالتالي ما تحطمش الاسبال كولين فتظل العضلة في حالة انكباض فلا تستطيع استقبال الرسالة التي تليها شفت انا قلت ايه بدأتها من اول فوق عشان منساش حاجة ما عنديش ايونات كالسا قد يكون غياب حواصلات التشابك قد يكون نتيجة غياب الاتب فبالتالي مش هتنقبض العضلة ولا هتنبصل قد يكون نتيجة غياب ايونات السوديوم طبعا المحتاجة السوديوم عشان يحصل اختلاف في فرق الجود بين غشاء الليفة العضلية قد يكون هذا بسبب عدم توفر انزيم الكولين استيريز وده وظيفته انت اكيد فاكرها بيحطم الاستيل الكولين الى كولين وحمد الاستيك او الخليك فتعود الخلية العضلية او غشاء الليفة العضلية لوضع الراحة او الاستكتاب فيستطيع استكبال رسالة عضلية جديد افرد ان انا ما عنديش هتظل في حالة انقبض بالصفة مستمرة ولن نستطيع استكبال رسالة جديدة يبقى انا قلت خمس نقط كمان مش تلاتة اي حاجة فيهم هتقولها صحيحة طيب اختر الاجابة الصحيحة وده سؤال 36 هيقول لنا ايه السؤال بيقول تستجيب العضلة للحفز العصبي في وجود ايون مين تستجيب العضلة للحفز العصبي في وجود ايون مين كالسيوم بوتاسيوم سوديوم حديد خلي بالك فيه طلب اكتير او تقول لك كالسيوم غلط قال لي تستجيب العضلة العضلة يعني الريد الرسالة وصلت فعلا الرسالة وصلت بس العضلة مش عارفة تنقبض يبقى مشكلتها هنا مش في الكالسيوم مشكلتها انها مش قادرة تستجيب عشان ما عنديش سوديوم يبقى ده بسبب ايه طالما قال لي تستجيب العضلة يبقى الاجابة بتاعاتنا رقم جيم ايون السوديوم يبقى عشان تستجيب انا محتاجة ايون السوديوم ده اللي هندفع بكميات كبيرة فيغير لي فرق الجهد ما المكسود بالحركة الموضعية مع ذكر مثال الحركة الموضعية هي حركة جزء من الجسم بينما باقي الجسم ساكن او حركة عدو من اعضاء الجسم بينما باقي الجسم ساكن وياريت نقول له مثال مثلا الحركة الدو دي للقناة الهضمية حركة جدران او عد دموية اللي بتحافظ لي على ضغط الدم ثابت يبقى حركة الموضعية حركة حصلت في مكان او في عدو باقي الجسم ساكن يبقى زي الحركة الدودية للقناة الهضمية سؤالنا 38 بيقول بصطلح علمي بيقول لنا اتصال التفرع النهائي لليف عصبي حرقي بالصفائح النهائية الحرقية لليف عضلية يا ترى ده اسمه ايه لو قلنا التشابك العصبي العضلي ماشي لو قلنا اتصال عصبي عضلي ماشي اي حاجة لو قلنا التشابك العصبي العضلي ماشي موقع التشابك يبقى موضع التشابك ماشي وصلة ماشي يبقى التشابك عصبي عضلي او وصلة عصبية عضلي سؤال 39 بيقول تحدث الحركة نتيجة تأذر ثلاث اجهزة في جسم الانسان فصر ذلك طيب تعال انفصر الحركة بتحصل نتيجة تأذر ثلاث اجهزة وهم الجهاز الهيكلي وده بيوفر مكان مناسب لاتصال العضلات والهيكل بيكون على هيئة قطعة متمفصلة عشان تساعد على الحركة كمان بيشكل دعامة للاطراف المتحركة اتكلمت عن الجهاز وقلت كل ما يخصه عندي الجهاز العصبي المسؤول عن نقل السيالات او المسؤول عن الاشارات العصبية التي تتصل الى العضلة يبه هو اللي اداني الرسالة السيال او الرسالة العصبي طيب العضلة اه العضلة او الجهاز العضلة هو له القدرة على الانقباض والانبساط له القدرة على الانقباض والانبساط يبقى انا كده قلت ايه الثلاث اجهزة وكل جهاز اهميته معايا ايه سؤال لورا بيقول عايز مكان ووظيفة التجويف الحقي مكانه التجويف الحقي بالذات بين عزمتين وخلي بالك هقول حتة مهمة في الحتة دي التجويف الحقي يوجد في مكان اتصال عزمة الحرقوفة الظهرية بعزمة الوركة الخلفية اذا العزمتين دول مشاركين معايا في التجويف الحقي والتجويف الحقي وظيفته تتنفصل فيه رأس عزمة الفخز يبقى لكده لو جبتلك السؤال هنا مثلا تفكيلي شوية وقلتلك كم عدد العزام التي تشارك في تكوين هذا المفصل مفصل الفخز ثلاثة عارف ليه الحرقوفة والورك داخلين معايا لان التجويف يوجد في مكان التقاقهم مع بعض طبعا ومعاك عزمة العض الاسفة عزمة الفخز طب لو قلنا بقى تجويف او مفصل الكتف مين المشارك فيه عزمة ايه عارف ليه لوح الكتف المسلسة التي تحتوي على التجويف الاروح اللي بيستقر فيه رأس عزمة العضد يبقى فيه عزمتين بيكونولي مفصل الكتف وفيه تلاتة بيكونولي المفصل بتاع الفخز يبقى انا قلت التجويف الحقي مكانه مكان اتصال الحرقوفة بالورك ووظيفته تتمفصل فيه رأس عزمة الفخز سؤال 41 بيقول اختر الاجابة الصحيحة عدد التجويف في الهاكل الطرفي الهاكل الطرفي عندي كم تجويف فيه اتنين اربعة ستة تمانية طبعا الاجابة رقم جيم ستة ليه تعاني عدوه عندي اتنين اروح المشاور بحاول ان انا افكرك بالمكان عندي اتنين اروح اللي تمفصل فيه من رأس عزمة العضو زي ما اتفقنا ادي اتنين وعندي اتنين حقي ادي كده اربعة ومالدي اتنين فين في عزمة الزند عزمتي الزند بتحتوى على تجويف بيستقر فيها ان التوء الصفلي لعزمة العدد اذا عندي تجويفين كمان في عزمة الزند اذا عدد كده كان ستة طيب سؤال بيقول اعلل الدعامة الفيسيولوجية مؤقتة بينما الدعامة التركبية دائمة طبعا اول صفحة في اول المنهج محفوظة الفيسيولوجية مؤقتة لانها بتعتمد او بترتبط بوجود المية في حال وجود المية هتنتقل المية بالخاصية الاسموزية الى داخل الفجوة فيزيد حجم العصير الخلوي يضغط على جدار الفجوة ثم البروتوبلازم ثم على جدار الخلية فتتوتر وتكتسب دعامة طب واذا ما كانش فيه مية في حال تخلو المية كل الكلام ده هيتعكس هتفقد دعامتها الفيسيولوجية يبقى لازم اقول له اصلاب تتناول خلية ككل فلما امتصت المية او تشربت المية بالخاصية دي او بالاسموزية انتقلت ايا كان عن طريق الموضوع ده ادت الى ان الخلية كلها اكتسب الدعامة بينما الدعامة التركبية بتتناول مواقع او جدر معينة بترصب عليها بعض المواد وهي دعامة دائمة لان الجسم او النبات مش هيفقدها لكن الفيسيولوجية طبعا مرتبطة بوجود المية مهمة اوي العبارة دي سؤالنا رقم 43 بيقول لنا ايه اللي يحصل ماذا يحدث في حالة غياب انزيم الكولينيستيريز من نقاط الاتصال لعصب العضلي قلناها من دقائق هاولها بقى بسرعة تاني غياب انزيم الكولينيستيريز لن يتم تحتيم النواقل او الاسطايل كولين فبالتالي لن تنبسط العضلة او هتظل العضلة في حالة انكباد لن تنبسط او تعود الى وضع الاستكتاب فلن تستطيع العضلة استكبال رسالة عضلية او رسالة عصبية جديد طيب معانا مصطلح بيقول لنا اصغر وحدة انكباد في العضلة الهاكلية خلي بالك كلمة اصغر ووحدة تركبية والكلام ده بلخبطنا اصغر وحدة انكباد في العضلة الهاكلية هي القطعة العضلية طيب ما تيجي نجيب بحطة اصغر اللي بتقابلنا كل شوية دي وحدة تركيب الجهاز العضلي كله العضلة طيب وحدة تركيب العضلة الليفة طيب اصغر وحدة انكباد القطعة طيب الوحدة الوظيفية الوحدة الحركية خلاص كده منتفقين على الوحدات اللي بتعكسنا طيب شوفتنا السؤال الأخير أو القابل الأخير بيقول لنا إيه حدد نوع وحركة المفاصل الموجودة في العظام التالية هيجيب لي من 45 ل 48 أسماء عظام وأنا أقول له نوع وحركة المفصل العظام دي نوحة إيه المفصل ده نوع إيه والحركة بتاعته إيه أول حاجة قبلتنا رقم 45 الفقرات الظهرية يا ترى النوع هنا بتاع المفصل إيه مفاصل غضروفية خلي بالك أنا عندي اللي فيها في الجمجمة غضروفية في العمود الفقاري فأول 3 أنواع من الفقرات عشان ما يختلصش عليك الأمر وباقي جسمها بعد كده من غير ما تفكر زلالية طب المفقرات الظهرية غضروفية نوع الحركة محدودة ومحدودة جدا كمان فرقت معاك المتجدا دي محدودة جدا طب والفخز زلالي طب والحركة واسع الحركة الفخز والكتف مفاصل زلالية واسعة الحركة من اللي حددت لك واسعة أو محدودة الرباط الرباط يحدى المدى الذي يتحرك فيه النفس طيب الركبة زلالي طب والحركة محدودة بقدر حرك ركبتي في مكان واحد لكن ما قدرش يعكسها يبقى الركبة مفاصل زلالية محدودة الحركة شفت ليه أنا أصرت في الفقرات الظهرية أقول محدودة جدا يبقى دي محدودة بس طيب عزام الجزء المخي للجمجمة مفاصل ليفية عديمة الحركة مفاصل ليفية عديمة الحركة جد للسؤال تسعة واربعين بيقول اذكر مكان ووظيفة الروابط المستعرضة مكان الروابط المستعرضة تتكون وتنطلق من خيوط الميوسين في اتجاه خيوط الأكتين الوظيفة تعمل على سحب خيوط الأكتين بمحاذاة بعضها البعض مما يؤدي إلى انكباض العضلة يبقى عرفنا مكانها وعرفنا وظيفة سؤالنا الأخير بيقول اذكر الرقم الدال على عدد عزام القفص الصدري والحزام الصدري يا ترى عندي كام عزمة في القفص الصدري والحزام الصدري طبعا السؤال ده كتير بيعضوا يتنقروا فيه ويتنقشوا فيه وبيحصل فيه مشاكل لما يقول لي حزام صدري او قفص صدري طبعا انا بتكلم عن القفص كله والقفص الصدري اتكون من الضلوع مع الفقرات مع القص طب تعال انا عد سوا عندي 24 دلع عندي 12 فقرة ظهرية هتقول لي الفقرة هجمعها مع القفص وارجع هجمعها كفقرات لا طبعا لما بنجني عد العظام اللي بتكون هيكلك اكيد مش هعدها مرتين لكن لما يقولك القفص الصدري لازم تعدي مع الفقرات ولا انا ممكن اسيب القفص الصدري من الخلف مش متصل يعني يبقى 24 دلع مع 12 كده بقوا 36 عزمة القص الامامي ادي 37 طالب مني كمان الحزام صدري لوح الكتف والترقوة ولوح الكتف والترقوة يعني 4 يبقى كده كام 41 عزمة سؤال به بيقول العدد الكلي لعظام عرقوب وقدم الانسان يا ترى عدد العظام العرقوب وقدم كام 26 طب اجيبهم منين تعال نعد عندي عزام رزغ القدم ادي 7 وعندي 5 اللي هي الامشاط ادي كده 12 وعندي السلاميات عندي 3 ف4 ب12 4 سوابع كل واحدة فيها 3 3 ف4 ب12 وكان معايا 12 ادي 24 وعندي عزمة الابهام فيها 2 ادي كده 26 طب لو قال لي راحت وكف اليد 27 لان انا عندي الرزغ بتاعنا هنا بيكون فيه 8 يبقى 27 عزام كف وراحة اليد 26 عزام الرزغ وقدم الانسان طب لو جاب لي الطرف بقى على بعضه طرف علوي 30 عندي 3 عزام عضد وعزمتي الزند والقابر طب لو قال لي عزام الطرف الصفلي برضو 30 هتقول لي ليه بقى ما انا عندي فاغز وعندي قصبة وشازية ليه زودتي واحدة من تنست الرطفة عزمة دائرية صغيرة توجد في مفصل الرقبة يبقى برضو عدت 4 يبقى برضو 30 30 و 30 ادي كده 60 في طرفي العلويين و 30 و 30 ادي كده 60 زيهم في الطرفين الصفليين انا كده معايا كام 60 و 60 120 في الاطراف فقط يبقى احنا كده وصلنا لاخر اسئلة البوكلت بتاعنا تعالى نحاول ان احنا نعايزين نركز في شوية نقط مهمة عشان عايزين ندخل على التنسيق الهرموني كده احنا لمنا اسئلة الدعامة عايزين ناخد بوكلت على قدر مستطعنا تنسيق هرموني متهالي كده الدعامة استوفت ونددى ندخل على بوكلت تاني عن التنسيق الهرموني بابين صغيرين حاولنا ان احنا نضمهم في حلقة واحدة على اساس ان احنا ان شاء الله نلاقي وقت معنا ومساحة من الحلقات معنا مثلا شهر ونرس لسه مراجعات هل هاخد بوكلة شامل ان شاء الله عشان عايزين نعود دماغنا ان احنا السؤال يبقى المنهى كله في دماغك الخمس تبواب في دماغك لو جاني اي سؤال فيه يبقى ان شاء الله هندخل فيه بابنا التنسيق الهرموني الباب التاني واول سؤال فيه بيقول اختر الاجابة الصحيحة تتأثر عملية الايد في الانسان بهرمون السيروكسين النمو جميع ما سبق يا ترى ايه طبعا جميع ما سبق هتقول لي ليه كورتيزون ايد كاربوهايدريت السيروكسين الايد العام النمو ايد النواد البروتيني يبقى كلهم شغلين في الايد يبقى جميع ما سبق طيب سؤال التاني بيقول علل تقوم المشيمة في الانسان بدور الغدة الصماء ليه المشيمة بعتبرها غدة صماء طيب تخليك معايا بقى في الجزئية دي المشيمة بتقوم بدور ما قلتش انها غدة صماء ليه الغدة اللي موجودة معايا على طول فيه فرق بين غدة وبين نسيج غدي الغدة زي النخمية زي الدرقية موجودة زكر وموجودة انسة وموجودة على طول معايا موجودة ضمن التأسيمات اللي احنا قلناها في الغدة لكن هل في تكوين الغدة احنا قلت ذكرنا كلمة مشيمة لا لان المشيمة توجد في الانس فقط والمشيمة توجد فيه مرحلة معاينة من العمر فقط او بمعنى تاني اثناء الحمل فقط وعشان هي هتقدر تفرز هرمونات وفي الدم بشرة فاعتبرناها تقوم بعمل الغدة يبقى ما قلتش عليا غدة لانها تعتبر غدة مؤقتة غدة مؤقتة ليه هواقتي معاينة هتبدأ تكون موجودة فيه اللي هم اخر ست شهور من الحملة عشان تفرز لنا هرمون البرو جسترومون وبتشاركنا فيه الريلاكسين في النهاية يبقى خلي بالك فيه فرق بين غدة وبين نسيج غدي او تعمل كغدة الفرق في المصطلح يهم طيب هو قالك ليه المشيمة بتقوم بدور الغدة الصماء لان المشيمة تفرز هرمونات في الدم بشرة وهو هرمون البرو جسترون بدءا من الشهر الرابع الى الشهر التاسع او الى نهاية فترة الحم كمان بتشارك لنا في افراز هرمون الريلاكسين اللي بيساعدني على ارتخال ارتفاق العاني مع جدار الرحم يبقى عرفت ليه هم قالوا عليها غدة او بتقوم بعمل غدة اصلها بتفرز هرمونه في الدم يبقى خلي بالنا فهمنا الفرق بين الغدة وبين النسيج بين الغدة الدائمة والغدة المؤقتة مصطلح هرمون عصبي يؤثر على غدة اخرى بالجسم اول ما اسمع كلمة هرمون عصبي فقر معايا عصبي اصله بيفرض من الجزء الخلفي من الغدة النخامية او من فصال خلفي عصبي اصل فيه خلايا خاصة بتفرزه موجودة في منطقة تحت المهاد هي اللي بتنتجه اتفرزه ويروح منها للفص الخلفي عشان يخرج للدم برضو معرفتش ايه هو الهرمون الهرمونات العصبية احنا خدنا اتنين بس الاد اتش واخدنا الاكسيتوسين او القابض لجدران الرحم تبس هو قال لي هرمون عصبي ويؤثر على غدد اخد مين في الاتنين الاكسيتوسين منفعش الاد اتش او الفي اتش لا عارف ليه لان الاد اتش والفي اتش بيؤثر على انسجة وليس غدد الاد اتش قصر على نفروناتك كلا ده نسيج مراحش الغدة الفي اتش هيقصر على الاوعية الدموية بيرفع ضغط الدم نسيج لكن مين اللي راح لغدد الاكسيتوسين او انا هيعمل الانكباط في جدران الرحم وانا عرفت ان نسيج الرحم بيتحول لنسيج غدي مؤقد برضو اهو كمان بيقصر على غدد الساديية لافراز اللبن استجابة لعملية الرضاعة فور الولاد طيب نشوف السؤال اللي وراه معانا شكل بياني ومعانا اسئلة من اربعة لتمانية الشكل بياني ده نحاول نفحص طيب مع بعض الاول عندي اول حاجة خلي بالك منها انه هو كتاب لك ترجيز الجوليكوز في بداية تناول الوجبة بالميل جرام لكل ميت ميلي طيب تحت كتاب لتركيز الانسولين في بداية تناول الوجبة وقسمنا المراحل بعد موضوع التناول ده لأي والبي والسي تعال نشوف اسئلتنا ونرجع للرسم مرة اخر لو احتاجناها الرسم البياني يوضح حالة شخص سليم او مصاب ولماذا اعرف من اين بص كده ارجع وهو سليم نسبة السكر عنده كان في المنحنة تمانين انا عارفة الحد الادنى بتاعه تمانين لمية وعشرين هو سليم وبعدين كمان لما بدأ يسيد معايا السكر للجوليكوز زاد معايا الانسولين انتج انسولين اذا هذا الشخص سليم انتج انسولين ونسبة السكر عنده في وقت الصيام كان الحد الادنى اللي هو التمانين يبقى الشخص ده سليم وعرفت ليه فصر تزايد الانسولين مع سبات نسبة الجوليكوز في الدم في الفترة ايه تعال كده نشوف الفترة ايه اه بص كده السكر او الجوليكوز السابت بينما الانسولين زيادة الله طب ليه تعال معايا نفهم الحد الى كويس لان في بعض الاختلاط برضه فيه هو الانسولين ضرق اي بيعمل ايد للجوليكوز ايوه ازاي الانسولين من الهرمونات التي لها تأثيرين هدمي وبنائي اولا بيساعدني على نفاذ الجوليكوز بين اغشية الخلايا عدل فاركتوز لكي يتم هدمه اتحاده مع الاكسوجين لتنطلق الطاقة طب ليه قلت معايا الفاركتوز الفاركتوز يستطيع المرور عبر غشاء الخلية دون الحاجة لانسولين ودي نقطة مهم النقطة التانية بيبدأ يعمل عملية بناء يعني في حالة زيادة نسبة السكر يبدأ يحول الى جوليكوز ودهون طب يا ترى منطقيا كده لما يبدأ السكر او بعد تنولك الوجبة وحصل الهضم ونزل الجوليكوز في الدم منطقي الانسولين هيقوم بيه الاول الهدم ولا البناء منطقي هيهدم الاول طبعا يعني هيبني ويديني جوليكوز ودهون وانا لسه جسمي محتاج لطاقة اكيد لا الاول الانسولين يقوم بعمليات هدم هيساعدنا عملور السكر من غشاء الخلية ليتم احتراكه او ليتم هدمه هو ده انا عايز اقوله في المرحلة ايه في المرحلة ايه الانسولين يقوم بدوره في الهدم اي مرور سكر جوليكوز عبر غشاء الخلية ليتم هدمه وتحويله الى اي تي بي طيب اما اللي زاد في المرحلة صين اصلا هيعمل بقى العكس هيبدأ يعمل بناء هيحوله الى كاربوهيدرات والى دهون طيب ايه اللي نتوقع في نهاية المنحنة الجوليكوز هيبدأ يقل والانسولين هيبدأ يقل خلي بالك الجوليكوز والانسولين بينهما علاقة طردية ايه المدى الامسل لتركيز الجوليكوز في الدم من 80 ل120 طبعا ميلي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب نيجي بس بس بسرعة للسؤال ده عشان مهمه خلاص وننهي به ما مدى صحة العبارة الاتية كل هرمونات عبارة عن بروتينات لا مش كل هرمونات الاجابة خطأ كلمة الاجابة خطأ عليها جزء من الدرجة لان هرمونات كشرة القذرية عبارة عن استرويدات خلي بالك برضو من نقطة مهمة في بعض الهرمونات ممكن يكون لها اكتر من نسيج تؤثر فيه لان برضو بعض الطلبة بعثت لنا الاسئلة دي في هرمونات تؤثر فيه انسجة او في اكتر من نسيج زي الـ ADH اثر على وعاء دمه اثر على نفرون في بعض الانسجة بتستقبل اكتر من هرمون او يؤثر فيها اكتر من هرمون تمكلا جالها الـ ADH وبرضو اثر فيها الالدوستيرون عشان يعيد امتصاص عناصر زي السوديوم وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا حاولنا على قدر المستطاع ان احنا لملكوا اهم الاسئلة في البابين دول على وعد باللقاء الاربع القادم باذن الله مع بوكلة عن التقاصر باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته